قال لا أنا جاي أشتغل جاي أطور لعيبة جاي أستخدم لعيبة جاي أحل مشكلة حتى لو ما عنديش اللعبين خلينا أقولك إن حسن الشحات اللي كلمنا عليه قلنا نجمة من نجوم الموسم برسيتاو اللي قلنا نجمة من نجوم الموسم الرجل لما جيه لأ أنهم لسه مش جاهزين أنهم يقدموا له الأفكار دي الرجل استعام بكريم فؤاد كريم فؤاد لعب لعب الموسم الحالي 600 وي دقيقة يعني بمتكلم في عدد مباريات 6 إلى 7 مباريات ده لكل اللي لعبه كريم فؤاد كريم فؤاد لما يسجل ويساهم فيه 7 أهداف 4 أهداف وتلاتة أسست الموسم الحالي فين يا كريم فين في 600 دقيقة في 7 مباريات الرجل بيبتدي الموسم حل جديد الناس كان بتتكلم إن كريم فؤاد هو ما عندهش قدرات دفاعية كبيرة وإحنا عندنا أجنحة فيرحل كريم فؤاد أو يتواجد كبديل لعلي معلوله وربنا يساقل يلعب في الباكليفت زي ما كان كابتر حين مطولان بيلعبه ففي النهاية إنت بتنقل لعيب من خارج الصورة لعيب سيرحل عن النادي الأهلي لنجم شباك من أول مباراة في الموسم بتتكلم إن كريم فؤاد جابه مرسي الكولر قال له تعالى إن أهوديك منتخب مصر قال له إنت عندك إمكانيات لو التزمت وكلمنا على التزام كريم فؤاد كتير شفاء الله وعفاءه وقريب جدا بإذن الله من العودة يعني كريم فؤاد في 600 وي دقيقة قدر إن يكون نجم شباك الدوري كله مع الرجل ده فيما فيش ده بعد فترة الإعداد مباشرة كريم فؤاد وقلت قلنا الكلام ده في حينه عشان ده بس أحيانا بتنسى قلنا إنه نجم الشباك الأول في الكرة المصرية في التوقيت ده كان كريم فؤاد جبت لعيد من بره خالص وصلته مش النور جيد ولا بيقدي بشكل جيد لقيت وصلته إنه كان نجم الشباك بتاع الفرقة هو اللي بيسجل هو اللي بيصنع وكان أهمهم طبعا وعشرهم الهدف الثاني في مباراة السوبر اللي قضع على أمال الزمالك في أول بطولة لمارس الكولر فهو أسهم في أول بطولة أسهم في تصدر الأهل الدوري في بداية الموسم طبعا كريم فؤاد بقى كرة أعماله لكنها الأبرز والأقوى لأن كانت القناعات لسه محدش كون قناعات عن مارس الكولر فهو حط أول بصمة بشكل كريم فؤاد والبروفايل وحالة التطور اللي كان عليها كريم بطولة أخرى الحمد لله